أمنياً دائماً نجحت مصالح الدرك الوطني عبر فرقتها الإقليمية بالحمدانية ولاية المدية من وضع حد لنشاط عصابة تتكون من خمسة أشخاص تروج مهلوسات خطيرة تحمل الإسم الكيميائي بريغابالين والمعروفة في الوسط الإجرامي باسم الصاروخ تنشط بين ولايتين البليدة والمدية حيث تم توقيف سيارة على متنها ثلاثة أشخاص بحوزتهم كمية قدرت ب47 منشط بمجموع 479 قرصاً من هذه المهلوسات مع حجز أسلحة بيضاء وبخاخة غاز مصيلة للدموع إضافة إلى مجموعة هواتف نقالة ومبلغ مالي معتبر وألعاب نارية العصابة تم تقديمها أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الأمدية